جزا الله خيراً القارئيني على ما قدم في هذه السهرة من أداء حسن وأشكر الأخ شاكر على قراءته بمرثبة التحقيق طبعاً لا أريد أن أثقل عليه في الملاحظات ولا على الأخت الفاضلة شيماً ولكن نأخذ بعض الأمور التي سجلناها حرف الهمزة من الحروف المهمة لماذا؟ لأنه حرف بعيد حرف بعيد فهو أقصى الحروف من جهة الحلق حتى قال الإمام بن بري رحمه الله والهمز في النطق به تكلف فسهلوه تارةً وحذفوا وأبدلوه حرف مد محضى ونقلوه للسكون رفضة هذا التعامل كان من العرب طبعاً القرآن نزل بلسان العرب لثقل هذه الهمزة لبعدها والثقل كما قال ابن بري في موضع آخر ولكن في الموضع الذي يجب أن تحقق فيه الهمزة كأن تكون بعد حرف مدٍ لأنها هي في ذاتها من أسباب المد الفرعي وكالمد المنفصل والمتصل فالواجب أن يحقق القارئ هذه الهمزة حتى لا تبدو أنها قد سهلت أن يحققها تحقيقاً تاماً وهذا ما ربما غاب عن القارئ في موضعٍ أو موضعين طبعاً وهذا لا ينقص من جودة تلاوته ولكن لا بد أن ينتبه لتزيد هذه الملاحظات قراءته حسناً ورونقاً بالنسبة لأختنا شيماء عندما وقفت على كلمة الحي أحسنت في ذلك أيما إحسان لأنها بيَّنت الياء مشددةً دون أن تخطئ في جهرها ولا في رخاوتها ولا في ليونتها وهذا زيَّن هذه الآية وجمَّلها ولكن كان يحسن بها أن تتجنَّب في بعض المواضع الهمس الزائد للتاء المتحركة فالتاء من الحروف النطعية فعلى الطالب أن يُمكن لها برفع لسانه درجةً أو أن يضع لسانه على المخرج تمامًا الذي يكون للحرف حتى لا يقع في هذا الهمس الذي لا نحتاجه هنا ولكن على العموم قراءتكما كانت قراءةً متقنة وأشكر لكما ولكن أحيل الكلمة لأخي الفاضل الأستاذ يوسف ليزيد لكم نصحًا وتوجيهًا ولزملائكم لأنه سيلاحظ على مجموع المتسابقين الستة الذين مروا فليتفضل مشكورًا مأجورًا شكراً شيخنا الفاضل أحاول أن لا أطيل على حضراتكم لكن نبدأ من إبداء الملاحظات الصوتية والنغمية للطلبة لعلهم يستفيدون منها إن شاء الله نسبة للمتنافس إلياس رحال يسمعني من تيارة صوتٌ جميل إن شاء الله قرأت بمرتبة التحقيق قرأت من نغمة البيات وتدرجت من قرار صوتك إلى وسطه إلى جوابه على طريقة مدرسة الخشوع في التلاوة انتقال مفاجئ لكنه جميل إلى نغمة السيكة بلدي في المرة الأولى انتقلت إلى مقام ثاني يعني درجة ارتكاز أخرى للسيكة بلدي وهذا غير مستساق في الانتقالات نغمية وعاودت الأمر مرات أخرى بعد انتقال آخر إلى نغمة الرصد لم يضم طويلاً أنصحك بإشباع النغمات حتى تكون تلوتك أكثر تعبيراً وتأثيراً على السامع وهذا هو المطلوب أيضاً على العموم تلوتك أو أداؤك كان جميلاً فأنت تملك إمكانية صوتية جيدة نسبة لي المتنفسة ابتسام محراز من الاندية صوت وأداء حسن قراءة متأنية متزنة وهادئة قرأت من نغمة الحجاز وأحسنت التعبير من هذه النغمة لكنك لم تراوح الطبق المتوسط من صوتك حاول توسيع المدى الصوتي لتلاوتك باستخدام المنطقتين الغليظة والحادة من صوتك بالإضافة إلى المتوسطة فهي من وسائل التعبير التي تزيد التلاوة تعبيراً وجمالاً أي حتى لا تقعي في الرتابة نسبة للمتنافس عماد نعوس من وهران صوت قوي وجهوري ورخيم كذلك قرأت بمرتبة التحقيق فجاءت تلاوتك متزنة من حيث نبض أزمنتها استفتاح جميل من نغمة البيات وانتقال إلى نغمة النهواند فالرست انتقالات صحيحة لكنها سريعة ينقصها الإشباع عدا نغمة الرست والانتقال الذي عملته إلى نغمة السيكة بلدي وقعت في بعض النشازات وكذلك الاختلاص في بعض المواطن أقصد حركات الأزمنة ثم عودة موفقة إلى نغمة البيات في آخر آية قرأتها فقدت شيئاً فشيئاً نبض الأزمن الذي ذكرناه في بداية التلاوة لديك نبرة صوت جميلة وإمكانية جيدة أرجو أن تستفد من هذه الملاحظات حتى تحسن تلاوتك نسبتي للمتنافسة أسماء هبهوب من سكيكدة صوت جميل قوي له حضور أعجبتني الثقة التي قرأت بها إمكانية صوتية جيدة قرأت في البداية من نغمة البيات أو الكردي لم تظهر ملامح النغمة جيداً ثم انتقلت إلى نغمة الهزام فجأة نفس الملاحظة التي قدمتها إلى زملائك وزميلاتك فيما يتعلق بالتحضير للانتقال إلى النغمات أحسنت التعبير من نغمة الهزام خاصة وأن التصرفات التي قرأت بها كانت جميلة وقد استخدمت عفواً جنس السيكاه خلال التلاوة بشكل جميل بارك الله فيك بقي لدي متنافسين الماثلين أمامنا بالنسبة للمتنافس شاكل شامين من باتنا قرأت بمرتبة التحقيق صوت جميل استفتحت تلاوتك من نغمة البيات من منطقة القرار من صوتك أعجبني تدرجك من منطقة القرار إلى المنطقة المتوسطة انتقلت إلى البيات شوري ثم انتقال تليم إلى نغمة النهواند على طريقة الشيخ محمد صديق المنشاوي لكن لدي مجموعة من الملاحظات حاول أن توزع نفسك بشكل أفضل أو حاول تقوية القرار في صوتك وحاول أن لا تقع في الاختلاص في الحركات فقد ظهر ضعف القرار في صوتك خاصة في القفل النهاية والقفل عندك ينقصها بعض الإتقان والضبط حاول أن تحسن ذلك فالإمكانية الصوتية التي لديك هي أحسن من الأداء الذي استمعنا إليه أنتظر منك أداء أفضل في المرة القادمة بحول الله بقي أداء متنافسة أخيرة نسبة لي المتنافسة شيماء روبا منصطيف صوت جميل قوي في حضوره إمكانية صوتية حسنة قرأت من نغمة البيات وقد أحسنت التعبير من هاتين النغمتين بعد ذلك إلى الحجاز حب ذا لو استخدمت مناطق صوتك الثلاث حتى تكون تلوتك أكثر حيوية وحتى لا تقع في الرتابة بارك الله في الجميع شكرا